أهلاً بحضراتكم في هذا المؤتمر الصحفي الذي نؤلن من خلاله افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الرابعة والخمسين فتحت رعاية فقامة الرئيس عبد الفتاح أسيسي رئيس جمهورية مصر العربية ينطلق أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط والأكبر عربياً وأفريقياً حدث سنوي ينتظره القراء من كل دول العالم فمهما كانت الظروف والأوضاع الاقتصادية العالمية يظل جمهور القراء متعطشون دائماً لكل ما هو جديد أربعة وخمسون عاماً من التنوير أربعة وخمسون عاماً قادت فيهم مصر ثورة بما تمتلك من مقاومات فقدر مصر أن تشهد جمعاً ثرياً من عظماء هذا البلد كل في تخصصه يحمل منفرداً موهبةً وفكراً وإبداعاً بلا منازع هؤلاء أثروا حياتنا ودخلوا التاريخ من أبوابه الواسعة ثلاثة وخمسون عاماً مضت مرت على مصر خلالها العديد من الأحداث وواجهت تحديات جسام ولعلنا نمر بأصعابها أزمة تواجه العالم أجمع ومع ذلك ولأن بناء الإنسان على رأس أولويات الدولة خلال هذه المرحلة يقيناً منها بأنه كنز أمتنا الحقيقي كان لابد من إقامة هذا العرس الثقافي الكبير الذي ينطلق بشكل سنوي لأنه واجهة مصر الحضرية وما ينقل إبداعها وفكرها إلى العالم إن الحديث عن هوية مصر هو حديث مستمر وإن كان شعار النسخة السابقة إلا أن الثقافة وبناء الوعي هم الهدف الأسمى لمصر فإن المعرض ينطلق في نسختي الحالية تحت شعار على إسم مصر معا نقرأ نفكر نبدع على إسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء بحبها وهي ملك الأرض شرق وغرب بحبها وهي مرمية جريحة حرب بحبها بعنف ورقة وعلى استحياء كل هذا ما هو إلى تأكيد على دور مصر الثقافي وريادتها العربية والدولية والتي تشهد على أصالة إنتاجها الأدبي والفكري وإسهاماتها المعنية بثراء المعرفة ودعم صناعة النشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر